يعد متحف النوبة بمدينة أسوان قطعة فنية فريدة تضم مجموعة متنوعة من القطع الأثرية التي تربط بين تاريخ المصريين القدماء والثقافة والحضارة النوبية المتحف الذي تم افتتاحه عام 1997 تم إنشاؤه من قبل منظمة اليونسكو بالتعاون مع الحكومة المصرية في ضوء الجهود لإنقاذ أثار النوبة والحفاظ عليها في وسط ساحرة الجنوب السمراء يقع متحف النوبة بمدينة أسوان كقطعة فنية فريدة تضم مجموعة متنوعة من القطع الأثرية التي تربط بين تاريخ المصريين القدماء والثقافة والحضارة النوبية المتحف تم افتتاحه في الثالث والعشرين من نوفمبر عام 1997 بتكلفة وصلت حينها لنحو 70 مليون جنيه حيث شيد على مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع من بينها الجزء الخاص بقاعات العرض المغلقة الذي تبلغ مساحته نحو 7 ألف متر مربع ونحو 43 ألف متر مربع للمساحات الخضراء حول المتحف وتم إنشاؤه من قبل منظمة اليونسكو بالتعاون مع الحكومة المصرية في ضوء جهود إنقاذ آثار النوبة والحفاظ عليها المتحف من ساحة وحوالي 50 ألف متر مربع تم افتتاحه في 23 نوبمبر سنة 1997 المتحف عبارة عن مجموعة من القاعات بتشمل مجموعة من الأثار من مختلف العصور التاريخية البتداء من العصر مخابل التاريخ وانتهاء بعصر الدولة الحديثة وفي حاجات خاصة بالنوبة المعصرة الحالية يتكلم عن حياة النوبة وعادات النوبة المتحف يحتوي على مجموعة من القاعات تم تقسيمها لتشمل عصر ما قبل التاريخ والدولة القديمة والوسطى والحديثة زي ما احنا بنقول دايما بلد السحر والجمال بطبيعتها الخلابة الحضارية الجميلة والمتميزة بنلقي الضوء النهاردة بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف عن أجمل أروع المتاحف اللي موجودة في العالم كله وهو متحف النوبة بمدينة أصوام ويمكن لا أبالغ لما أقول في العالم كله ومش في مصر لإني أصلا معروف أن متحف النوبة كان مقام بواسطة اليونسكو أو سهمة اليونسكو بنسبة كبيرة جدا في إقامة هذا المتحف ومن القطع الأثرية الموجودة بالمتحف تمثال للملك رمسيس الثاني ونموذج لمعبة فيلة ولوحة حجرية لأمن حتب إضافة للحلي والفخار المتعدد والمتنوع ويجذب متحف النوبة العشرات من السائحين المصريين والأجانب كل يوم حتى أن بعضهم زار المتحف أكثر من مرة لما يتميز به من جمال فريد يصعب أن يتكرر في متاحف أخرى وكأنه يبعث برسالة محبة وسلام للعالم بأسرى ترجمة نانسي قنقر